ضمن فعاليات المؤتمر الخامس عشر لاتحاد طلبة سوريا بدأت اليوم جلسات حوارية في كافة جامعات القدر وتستمر هذه الجلسات لمدة ثلاثة ايام الهدف منها نشر ثقافة الحوار ومواكبة التطور التكنولوجية الغاية طبعا من هذه الجلسات الحوارية انه نحن نتعرف على ونقيم عمل منظمة الاتحاد الوطن طلبة سوريا نتعرف عن النقاط القوة ونقاط الضعف بعمل المنظمة بالاضافة للتحديات اللي بتواجه النظمة والآليات اللي نحن من خلالها رح نتجاوز هاي الصعوبات ونعزز نقاط القوة ونجاوز نقاط الضعف ولنطلع بمقترحات وتوصيات تكون هي عملية للدليل لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة طبعا بيتناول عمل المنظمة بشكل كامل سواء بدأ من البنية التحتية المنظمة والهيكل التنظيمي بإضافة لأنشطة الاتحاد الثقافية الاجتماعية الرياضية الأدبية وكافة الأنشطة والمبادرات التطوعية اللي يقوم فيها الاتحاد وأيضا المسئولية الاجتماعية الاتحاد الثقافية لطلبة سوريا وآليات نوصل لمقترحات وتوصيات من خلال طبعا نطلع بمبادرات وهي مبادرات تكون مبنية على مقترحات وتوصيات المشاركة الجلسات الحوارية والطلاب اللي من خلالهم تم الاستبيانات جلسات ومنتديات طلابية تهدف لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الأوساط الطلابية بالإضافة لسقطاب المواهب والطاقات التي يمتلكها الطلبة وتجيعها وتسليط الضوء عليها وتعزيز روح التفوق والتميز لدى الطلاب والمعلمين بشتى المجالات